موسيقى مساء الخير مجزرة ارتكبت بحجة النقص في البنزين راح ضحيتها خمسة أفراد من عائلة واحدة كانوا في طريقهم إلى المطار لاستقبال والد تقطعت به السبل فهاجر ليؤمن مقاومات البقاء لعائلته لكن المجرمين من الجشعين ومن يغطيهم قتل عائلة هذا الهارب من المصائب ليفجع بمصيبة أكبر وهي دفن عائلته بأكملها لكن ذلك ليس كامل الخبر حيث فقدت عائلة أخرى شابا هو أيضا ضحية الذين يتعنتون ولا يشكلون حكومة كانت لتحول دون وقوع تلك المجزرة التي سببتها طوابير الإذلال على الأوتوسترادات والتي قد يتبعها مجازر أخرى إذا بقي الوضع على غاربه فعذبات الشعب اللبناني تتفاقم يوما بعد يوم ويزيد من حدتها دولار سجل اليوم 18 ألف ليرة لبنانية حارقا بارتفاعه أي وسيلة تمكن اللبناني من الصمود ريث ما يحن أصحاب القرار على هذا الشعب المسكين الذي جاع ونزل إلى الطرقات يبحث عن حليب لأطفاله وخبز لأولاده ودواء لمرضاه وشمع يضيء بها بيته المعتم بعد أن صارت التغذية الكهربائية معدومة والمولدات تقنن تقنينا أبشع من تقنين الكهرباء ولائحة تطول والسؤال المطروح ألم يحن الوقت لإنقاذ المواطن الشاب والمسن والطفل والرضيع والمريض والموجوع والمحروق قلبه والمتسول والعاطل عن العمل والمهاجر والمتروك والمحروم والفقير والجميع دون استثناء ولإنقاذ الكل من هذا الجحيم لا شيء سوى مبادرة لبنان ستنقذ لبنان قبل أن نترحم على كل شيء وساعته ما بينفع الندم اسمحوا لمشاهدين رحب برئيس لجنة التجارة في غرفة بيروت وجبل لبنان القنصل جاك حكيم وممثل موازعي المحروقات فادي أبو شقرة أهلا وسهلا فيك ساعة القنصل مرسي الله يعطيك العافية يعني مؤدمة عن جد مؤسرة جدا وبتعبر عن عن كيفية شرائح المجتمع اللبناني وهذا وضعنا الحقيقي اللي حكيتي عنه للحقيقة مؤسرة لإلك ومؤسرة لإلي ومؤسرة للبعض بس للبعض الآخر مش للبعض الآخر ما بتعضيرهم شيء لكيفية الطبقة أسئية لبعض يلي هن قادرين لا ما فينا نشمل كمان البعض يلي هن فعلا قادرين غيره آخر همهم آخر همهم العائلية اللي متت آخر همهم إذا حيموت بعض ناس آخر همهم الشعب اللبناني يلي يمكن تلتر باع وعم بيموت على البطيء يعني مش موت فعلي ولكن موت معنوي إذا بتسمحيلي أنا لا عم بعمين أنه عم بقول كيفية شرائح المجتمع السياسي والقيمين على البلد لأنه الوضع ما بقى يحمل إلا بده تضحية والتضحية مطلوبة من الجميع لحتى لأنه كلهم بيطلقوا على التلفزيونيات بيحكوا مع الشعب نحن المطلوب اليوم يعدوا مع بعضون يتفقوا لأنه معنا خلاص لحتى ما نجرب مع كل هلأ الانتفاضة الشعبية اللي راح نشوفها الليلة وبكرة وبعد بكرة لأنه حقيقة الناس نزلي بالشاريع نزلي من وجهة فوضى فوضى سعاد يوكمصل فيه فوضى هلأ عارمة ما في شك والناس ما بقى يعني أنه نزلي مشين مشروع سياسي أو هيدا الحزب منزل لا الناس نزلت بشاريع وهيدا الشيء المخيف وهيدا الشيء مبينا ثورة الجيعية اللي لطالما حذر منا الرئيس نبيه بالرواد وتم التحذير منا أنه انتبهه قبل ما نوصل لثورة الجيعية لكن الحال معنا هلأ حالة إنسانية ونرجع كمان منقول أنه نحن كل شعب اللي مننا صار حالة إنسانية للأسف الشديد بس راح يخبرنا عن معاناته ونرجع منخوض أكثر في كل الأزمات المعيشية والاقتصادية وغيرها إذن معي نعم إذن معي علي أهلا وسهلا فيك علي علي المقداد محمد المقداد عفوا محمد المقداد أهلا وسهلا فيك محمد يعني واضح طبعا من الصورة الصورة تتحدث إذن أنت عندك وضع مزرع ببيتك بدي تخبرنا عن معاناتك وما بعرف شو بدي أقلك شو بتتمنى يعني أو شو هي المعانات اللي عم بتعنيها اليوم يعني الوضع كتير سيء نحن أول شغلة ما برحب من ضيوفك برحب بضيوفك الأصحاب المحطات اللي يعافيك العاف عنا وضع مأساوي الله يعافيك وضع مأساوي أنا بعاني الي تقريبا شي ست سنين عم بعالج بنتي بعيونها وبعد اللي حديث هلأ يعني مبدئيا ما ما توصلت لنتيجة يعني الوضع الاقتصادي مش عم بخليني عالج لعيونها عندها ارتخاء بالشبكة وعندها نوع من الحوال ولا ربما عم بيقولون الحكم أنه بدأ عملية وعندها نظارات صارت ما بتسوى صارت للكاب بعد هالحالات كلها عم تضل يعني عم تتفاقم علينا والوضع الاقتصاري ما عم بيخلينا لن نشتغلها نظارات يعني العدسات وعن بيخلينا نفوت بمجال العملية فهذا الوضع ونحن عنا عندي أربع أولاد وعن بحاول اشتغلوا يعني كتب خير الله كتب تشتغل يا محمد؟ تشتغل؟ وبوجود الأنبياء والشباب نعم بشتغل نعم بشتغل معاش سبعمائة ألف لحد ديت هلأ يعني ما بيكافوا بشتغل نعم موظف بسبعمائة ألف يعني عندك هلأ مرض بنتك قدرين تاكلوا؟ عم تقدروا تاكلوا؟ أقله يعني؟ لا لا ما قدرين حتى ابن الصغير أنا بس بدي أطلق من المخرجي عليه للصوت لأنه ما كتير عم بسمعك واضح محمد ما عم بلاقي حليب بالصيدليات لابن الصغير حتى عم نعاني من نقص بالحليب بكل المناطق يعني عم نفتش عم نعمل جهد خاص الأقارب كذا ما عم نلاقي حتى هي صارت الأربعمية جرام اللي كان عليها دعم صارت تقريباً بـ 80 ألف مش قادر لا أمن حليبات ولا أولادة ولا لحفظات يعني عندي أولاد صغار ما عم بقدر أمن لهم شيء فهذا الوضع الاقتصادي على كل العالم نحنا يمكن وضعنا أسوأ والعملية يعني بالنهاية قدي بتكلف يعني هذي الحكيم بيقدرها هيدا العمر فيها تعمل عملية وفيها تركب العدسات يعني لانسز قدي تقريباً بتكلف العملية يعني لحد ديت هلأ أنا مش قادر أمن هالحاجات بهال مجال أنا من زمان يعني معروضة العملية ما بعرف هلأ قديش بتكلف هلأ ما بعرف قديش بتكلف العملية إنت وين عايش محمد بأين منطقة؟ يعني إذا في مختص نحنا عايشين على منطقة الجناح خلف مستشفى الحكومة في كهربا عندكن ما بعرف في اشتراك هلأ لأنه ما في كهربا ولا مولدات كمان الكهربا بتجي ساعة بالنهار الكهربا ما في كهربا بتجي ساعة بالنهار كله واشتراك الاشتراك يعني يوم هاك يوم هاك عم بيخفف طيب في أوقات بتقضوها ما بتاكلو شي كل نهار لأنه هلأ كمينة أسعار المواد الغذائية نار يعني أوقات تبقوا في الهار مثلا مثل اليوم مثلا مثلا مثل اليوم مثلا أكلين أولادي واجبي واحدة مثلا بس نحن ما بنطلع على العلن ومنقول النفضح هلأ ساعة عم تسأليني أنت عادي يعني بالنسبة لأنا نحن يعني أوقات فينا نعمل أوقات ما فينا نعمل بس مش ملزم أنا أقول للعالم يعني نعم شو بتتمنى عبر شاشة الأنبياء شو بتقول يعني كمواطن لبناني شو بتقول أمام هذا الوضع اللي أنت عم بتعانيه من الخيرين يعني نتمنى من الدولة الدولة ما عم تتطلع فينا منتمنى من الدولة يعني نحن بنقول إذا في دولة تتطلع فينا ما في دولة نتمنى من الخيرين نتمنى من من الأنبياء يعني واصلوا رسالتنا من المؤولين اللي عندك الموجودين يقدموننا شيء لبنتي إذا في مجرم ساعة الأنصر بدو يحكي معه فضلت ساعة الأنصر أول شي شو اسمها سمالة صبية بنتك شو اسمها شو اسمها بنتك شو اسمها بنتك اسمها فاطني محمد المعداد الله يخلي لك يا أول شي أنا بقلك أنا بكثير أنا كتير ممنون ومبسوط عن جد أنه سيقبت أنا معك وأنتي طالع بالحلقة هيدا شي بيفرحني وأنا بقلك تحت الهوى رح إبعتلك رقمي ورح كون أنا مع مجموعة أنا قريب منها رح نقدر نساعدك وبتعطبير فاطمة نحنا من بيتنا والأيام هيدا رح تبرهنا الشيء سلامتها وإن شاء الله الأيام على خير لأنه أكيد أكيد ما فيك تتكل على الدولة لأنه للأسف الدولة غيبة مش بس غيبة عنك غيبة عن كل الناس هيدا أنا حظي كتير منيح وهيدا نعمة أنه أنا تعرفت عليك على الهوى نحنا حظنا كمان حلو إن شاء الله يا رب نقدر بحصة بتسند خيبية نقدر نوقف حد بعضنا وفاطمة هي بنت خينا أو من عائلتنا إن شاء الله شكرا جزيلا لك شكرا لك فيه شغلي هيدا واجب واجب وطني وواجب إنساني نحنا إذا ما رح نوقف حد بعضنا على كافة شراء إحنا ما بقى فينا نتكل على أي شيء بهالدولة إنه توقف حدنا ونحنا مننا كتير إنه لازم يكون واحد كتير رأسماني بشأن ساعة تخيوا الإنسان لأنه نحنا كتير بفترة الأسبوع وبالأشهر واللي ما رأيت الناس كتير من داقة وفي كتير ناس ساعة ديت ناس وهي مننا مكتدرة كتير مش مقصود إنه يكون الغاني كتير يتطلع بالناس اللي ما ولكن للأسف ولكن الناس بتطلع ببعض وساعة بيت الظروف هيك ونحنا هلأ رح نبعات له متل ما قلنا رأمنا تحت الهوى وإن شاء الله يا رب نكون نقدر نتواصل مع بعض أكيد وهيدا طبعا العمل كتير تشكر عليه ولكن يعني إذا صحيح إنه فيه طبعا مبادرات اجتماعية والعالم تلتف على بعضها بس ولكن صارت الأمور خارج السيطرة يعني اليوم لما أغلب التقارير بتقول إنه 50% من الشعب اللبناني صار فقير وكمانا ما فينا كمانا 18 ألف ليرة صار الدولار يعني الأسعار صارت غالية جدا أنت قد ما تقدر تساعد إذا ما كان في الدولة موجودة إذا ما كان فيه مشروع جدة يقدر المواطن يخلص بس أساسياته ما رح تقدر يمكن هيدا المبادرات تلغي دور الدولة اليوم 18 ألف ليرة الشارع يغلي التفلط الفوضى يمكن أنت شفت وشفت المشهد هيدا كمانا يعني بما إلا بدك تقول شعب محق وبما إلا تانية هيدا عم تعمل فلتان عم تعمل نحن عم نشوف كمانا عراق بين المحتجين والناس التانية اللي ربما كمانا رايحة على شغلة أو رايحة على بيتها أو في ناس مرضى يعني ما بدنا نرجع نشهد كمانا مجازر أخرى مثل مجزرة البنزين يعني هل نحن بدأنا أو بدأ الانفجار الاجتماعي وأي سيناريو نحن مقبلون عليه في الشارع في المقبل من الأيام أول شيء بعد أنا برأيي أنه تأخر كثير الانفجار الاجتماعي ولكن بده يحصل لا محيط لأنه الناس يقعد بالبيت بده تفشخ الأب تفشخ الأب تزعى الطرقات لأنه ما بقي شيء يعني والأخطر من اللي نحن عم نشوفه هو الوضع الصحي في لبنان يعني المستشفيات اليوم نحن عنا حالة كمان هي حالة بمحيطنا وببيقتنا بدون مرة بدون يفوتوها على المستشفى الضمان الاجتماعي ما بقى عم بيقبلوا بالمستشفيات الضمان الاجتماعي ويعني هيدي من أخطر ما يمكن يعني اليوم الواحد بقول أو عن تبي خي تكسر إيدك لأنه ما فيك تفوت على المستشفى هيدي الأخطر ما في دوح مش مستشفى ما بقي شيء من هالشبيبي اللي حكمين هالبلد ما عم بعرف إنه عن جد شو الوقت وأمتين هني رح يقعدوا مع بعضهم شيء ليقوا حل لنبني عليه أساسات نرجع نستنهد يعني بعد الخليفات السياسية اللي إحنا ما بقى معبرينه الشعب اللبناني هي الخليفات السياسية وزيران مسيحية ووزير سني ولا وزير شيء الناس كلها ما بقى بدأيها الناس بدأ أن ترجع تقش بكرامته لأنه اللبناني عم ينزل عم يتبهدل كرامته مجروحة هذا شيء ما بقى مقبول لأنه بدأ المطلوب تضحية من كافة الفرقاء والمسؤولين ورؤساء الأحزاب والطواقف يقعدوا مع بعضهم لكننا نقدر نقدر نستمر بالحد الأدنى من متطلبات الحياة لأنه الأزمة كبيرة وما رح يقدر حدا يخلص من كل المسؤولين بلى حكومة ما رح يقدر اللي عنده مسلحين حواله بيوته وما كاتبه إنه هاي حمايته الناس ما رح ترحمهم في فوضى شارع هلا مخيف عم يغني بعد فيه وقت إنه نقدر يقعدوا يجتمعوا يقدروا يخلصوا هالوضع أزمة المحروقات أزمة البنزين يلي قدت إلى إصطفاف المواطنين على محطات البنزين ويلي قدت له هيدول الضحايا الأبرياء ويمكن يصير غيرهم كمان لأنه عم نشوف الطرقات كيف عم بتكون فوضى فجأة بيضطر السائق يوقف يمكن يرجى يمكن لا هلأ عم بيقولوا إنه إيه صار فيه ما بعرف إذا صار فيه حل لأنه رح يخبرنا هلأ مثل موزعي المحروقات رح نعرف منه لأنه كمانا في أزمة نحن عنا محطات بنزين ومنعرف شوي بالدومان طبعا هلأ رح تكونوا سوا رح اسمع وجهة نظرات بوجهة نظره بس ولكن كمان عم بتقول أنت المستشفيات المستشفيات بدا ميزوت كل القطاعات كل المؤسسات اليوم بدا محروقات كل المؤسسات عم تقفى الأبوابة بسبب هذه الأزمة هل ستحل هذه الأزمة في طالع الأسبوع؟ رح ياخد أستاذ فادي ورح مكون سوا ورح يجع اسمع رأيك أستاذ فادي أبو شقرا ممثل موزعي المحروقات أهلا وسهلا فيك على الأنبياء خير لأيلك ورضاي في مساء الخير للمشاهدين جميعا كمان بدي أطلب من المخرجي يعلي للصوت شوي لأنه صوتك مانو كتير واضح استاذ فادي أخذ القرار باستيراد المحروقات على أساس 3900 ليرة لبنانية منذ أيام تم توقيع هذا القرار ولكن ما في شي واضح المعالم اليوم إنما الواضح أنه في يومين تسكير لمحطات البنزين هذه أيضا كارثة أخرى بدي أسألك عنها بديك تخبرني عنها وهل صحيح أن التسكير هيدا رح يبقى ريثما يتم تسعير المحروقات على أساس 3900 علما أنه وفقا طبعا لمعلومات الأنبياء أنه القوى الأمنية تقوم بمداهمات لمعرفة ما إذا كان فعلا كان هناك نفاذ للبنزين لدى بعض المحطات أم أنه من باب الجشع تقفل أمام المواطنين أخبرنا ماذا لديك من معلومات حتى الساعة في ملف البنزين نحن مبارح المسأل بلغنا أنه شركات المستوردي للنفض بلغون مراجع أنه منعون عن تسكيم المحروقات لا يعرفوا شو فيها المستودعات شركات المستوردي أو المنشآت الليب على الدولي لا يرجعوا ياخذوا الفرق على 3900 كيلة وهذا الشيء عملي ونحن ما نضطيه بالنسبة لإلنا نحن كان قبل هذا الموضوع بيرجع للدولي أكيد ما بيأخذوا الفرق لأن هاي البطاعة المدعومة هي للمواطنين بالنسبة لإلنا لا ينحل في المشكلة اليوم طلع القرار سطر القرار قصر جمعوري وماضى عليه ضعونة الرئيسة بيت بزار معالي ووسيل الطاقة لأصدار الشدوى ولا يبلشوا الشركات ينزغ الأسباب تنمية المحتوى موضوع احتساب البطاعة الموجودة بشركات المستوردي ما في شيء ما في شيء مختفي هلأ قلنا طريق لبعض المحطات فيها الضعر المحطات اللي فيها عبدالبيع ما فيها اي مشكلة بس المشكلة وعين المشكلة اليوم المشاكل اللي عم يصير على محطات البنزيل ضرب البتل الإيهاني العشقات لانه كمسين محطة مسكري ومحطة فاتحة فيه مشاكل كتير كبيرة وهذا الموضوع ما رح ينحل لما يمتشت معالي ووسيل وانسين فيه بكل محطات مادة البنزيل ويمشي الحال المحطات هتبقى انسكرة هيدول اليومين ريثان ما يصدر جدول الأسعار الجديد اللي عنده بضاعة بانه يفتح ما فيه قرار بالتسكير انا ااكلكم ما فيه قرار بالتسكير بس فيه محطات اليوم اللي ما عنده بضاعة صلى فترة عبتسكت وقوة الأمنية عبتظره كل الدول اكتل اللي لايس بزعبينه مع المحطات وبيعرفوا شكيبه المحطات اخر شي مانا المحطات اي كيبش محرقها او هي المحطات اللي كسرت بأصرف لبنان ولا المحطات اللي هتغلل سعر الضلال انا ناخد لقموش غايبه رويه المشكلة اللي مش عندنا المسئولين بيعرفوا عن المشكلة المشكل انه الكل بيقول المشكل مش عنده بيطلع اخر شي لمواطن هو المشكل بدي اسمع رأي القنصل بهذا الإيطاع هل تعتقد اليوم سعادة القنصل انه صدور يعني هذا القرار انه الاستيراد على اساس 3900 سيحل ازمة البنزين وسيحل دون طوابير الاذلال امام المحطات ماذا تقول؟ اول شي احنا عم نجي بنحط الحق على محطات البنزين بوقت انه محطات البنزين هنه مؤسسات تجارية خاصة بخدمة الناس ماش بالكامل انا بقدر اقولك انه في بعض من اصحاب المحطات رفضوا يستلموا بنزين تما يعملوا مشاكل واجعة راسعة ترمباتهم وهذا شيء نعم 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 بيقولك لانه كمان سعر المحطة منه كتير مبسوط بالجو لانه الارباح كتير قليلة اذا عم فتش على الربح والجاعيلي كتير واطيه هذا كل الناس يمكن لازم تعرفوا ولكن المشروع هو ازلال الشعب اللبناني كله الاول شيء احنا اللي بدنا نحكي ببنزين او حق سعر البنزين لازم يكون عملنا نقل مشترك نحنا بلبنان تاريخيا وقت كان عندنا ترين سكة والترين ببيروت وبكل المناطي رجوا جابوا الاوتوبيوسات ما بعرف ليش هلأ هايدي الدولة الجديدة الاخرانية ما عاد فيه نقل مشترك ونقل مشترك اساسي بالدول نحنا مش موجودة عندنا بدك كمان ثقافة الشعب اللبناني قبل الثقافة عمليلوا نقل مشترك دولة تعملوا نقل مشترك دولة بتعمل واش بيتها تعمل والمواطني بيطلع بالنقل مشترك شعب عيشت تلاتين سنة على سيارات فخمة وعلى القروض وعلى هيدا مش بسهل بتقلو هلأ طلع بتاكسي او شباس او غيرا بدك تغير العقلية اولا يا ستقل ليش راع على السيارة لانه ما في نقل مشترك نحنا كنا نطلع بالنقل مشترك الدولة ما عملت شيء الدولة بس اشتغلت على الافادة الشخصية لبعض الناس والتجار لا اكتر ولا اقل من هيك بتشوف يعني ما كتير انه يفكروا انه الناس انه صاحب المحطة هو الجلاد صاحب المحطة مثله متغل المواطني يعني انا بدي اقول لك استاذ فادي نحنا اكيد مش المسئولية كلها عليكم بس ولكن في بعض اصحاب المحطات كمان عم بصير في احتكار عم بصير في جشع عم بصير في فتح بساعات متأخرة من الليل زبائن المعينين الفي اي بي اللي بيدفعوا اكتر عم بصير في هايدي المخالفات يعني نرجع منقول نحنا نحاول ببرنامجنا نجترح الحلول التي هي بعيدة عن السياسة يعني ولكن في جشعين في جشعين عم يبتزوا المواطن بلقمة عيشه اليوم هل تعتقد استاذ فادي انه طوابير الاذلال يلي اخذت هيدا الاسم وهيدا الوسم هل طوابير الاذلال ستنتهي مطلع الاسبوع وقدية رح توصل تنكت البنزين اول شي اذا بتسمحي لي مش كل الناس مثل بعضهم ومش كل الاصحاب المحطات مثل بعضهم كل الاصابيع دايتي مثل بعضهم لا نحنا مما نشمل الكل في عندك اصحاب محطات ان بتضربهم تحيين بالعكس واقفين بجند المواطن لانه غادي يواجب علينا بالنهاية والمواطن عبيدفع بصرياتو كرمالي عبي تنكت برزيل وموردان انا فيني اكدلك انه اليوم موضوع ثلاثة وتسعمية والا عبي تفضل فيه الاستاذ عن النقل المشترك كلان سلين انا تعافي ضمن اتحادات النقل اليوم اتحادات النقل والحجبة السامت لايس بكل الاجتماعات كنا نطولة وعبي طالب الدولي بخطة النقل لانه اذا ما في خطة النقل في مشكلة عند المواطن واليوم هلا بدأسير تنكي حواله ستين الف في وعد كان معالي وزير الاشغال من الدولي انه اذا تنكت البنزيل بدأسير عبتات تلف وتسعمية في صفايح بنزيل وعدوم فيهم لاتحادات النقل وهذا المطلب والحجبة السامت بحلقات تاني بيعبر عنه طب هذا الموضوع وانصر بطاقة التموليه وانه هلأ غلقنا البنزيل بدأسير حواله ستين الف لير احنا بهمنا ان كل بضاعم توفي ويكون المواطنة بيعب تنكي البنزيل من طيح لانه شي نشفناه بفترة اخيرة موضوع ديليفري وما ديليفري صارت توصل على بيقود العشرة لتر بنزيل بمئة الف هذا الشي غلط بغلط نعم ما راح مشي نحنا ناخر الجدول كرمال العالم تفرق تقريبا اي نهار يعني استاذ فادي في مدة معينة تنطمن الناس نحنا بنتمنى عبركم بان ما علي وزير طاقة ياخد تدبير سريعه والمدرية العامة للنفط يكون عنده رؤية بهذا الموضوع لانه ما زنب المواطن العالي اذا حالين عنده تنكي او تنتين او تلاتي او مهما يكون عنده ايش هون المشكلة لا قدري يعني كمان هو كله ترقيح حتى سعر صفيحة البنزين اللي بده يصير ما يصير اكثر من ثلاثة شهر ألواته لانه كمان راح يتغير حتى يعرف الشعب اللبناني كله هيدا كله ترقيح ترقيقة البطاقة التمويلية اول شي نحنا معنا احصائيات مظبوطة نحنا بسنة الثلاثين ١٢٢ معنا احصى بطاقة التمويلية كمان راح تفوت فيها الاحزاب راح تفوت فيها الجمعيات ثقة بالدولة مفقدت للأسف كل شي بتقوم بعدين من وين عم يعملوا البطاقة التمويلية من وين عم يدعموا البنزين من وين كله هصار مصريات الناس مثل ما بقول المثل اللبناني مندهنوا سقيلوا يعني هالشعب اللبناني بدوا أولا حل سياسي على أساسه بيبنى عشاء مقتضاه على أساسه بيرجعوا بيبنوا كله ما المشكل يا سعادة القنصل إذا ضلينا نقول بدنا حل سياسي وإذا ضلوا بعض الأفريقاء متعنتين وما بدون يشكلوا حكومة مواطنين شو قدرين نعمل هيدا المشهد يلي شفناه بالشارع ويلي يمتلك يتفاقهم أكتر هيدا المشهد حتى نكون واقعيين ومنطقيين هيدا هيدا المشهد ما بيبشر بالخير هيدا المشهد بيعمل تشنج بيعمل شو الناس نزدي على الشارع من دون ضوابط للجيشة عنده المعنويات الكاملة المادية ليقدر يقمع إذا حدا بده بقت القبل يصير فيه شوية مشاكل المواطن كمان عن ينزلوا المنظومة كلها تعبت واحترت وتحللت يعني في مشكلة بالبلد الشعب شو قدرين بيزع الطريق هلا شوية ثانية بيفتحوا الطرقات بروع على البات بكرة بديشوف كيف يدبروا بجواب ينزلوا مرة ثانية ما في منظومة صحيحة ثورة بكل معنى كلمة راح تضل الأمور تتفاقم أكثر إذا ما كان في حلحة لبيق المنفق الحكومة راح تضل تزيد أكتر برأيك أكيد أنا بعطيهم بس فكرة للشعب الادنين إذا بدوا يعمل كله يدور عربياته يخليهم بالطريق يقفلون ويفل تنزل هالمنظومة السياسية كلها عندي مش عم بحرد مش عم بحرد طب أن إحنا كي بدنا نستمر كي بدنا نكمل أنه هالناس هالناس اللي مثل خينا محمد المقداد واللي عنده في ألاف من ألاف من ألاف اللبنانيين مثل محمد المقداد وعيلته في البعض كمان يمكن قادر عم يشتغل وفي البعض بدوا يروح المستشفى وفي البعض في معه حدا حالي طرق بالسيارة في سيارات الإسعاق عم الشق الإنساني يعني الامبلانس بدوا يمروا بدنا بدي يكون فيه شغلة بالشارع لأن الثورة ما أنت جيت إيادة صحيحة يعني البطاقة التمويلية ما بتعتبر أن راح تخفف شوي من حد هذا الغلايين المرض كبير ومرض عضال ولكن الأسبرين والباندول ما بيشفى طيب سؤال الأخير لك أستاذ فادي يعني وصحة المعلومات أو كيف تقرأ المعلومات عن أن المديري عامل النفط والجا مارك أخذت مخزون الشركات ولن تسلمه قبل صدور الجدول وهناك سب بواخر موجودة في عرض البحر تنتظر الإذن بالتفريغ لأن الأسعار تحتسب على أساس 3,900 ليرة كيف تقرأ ذلك؟ مش بس البواخر الموجودة بالبحر في حولها ستين سبعين مليون موجودين عن شركات المستوضة كذلك الأمر هادي بدون يسعروا عن 3,900 البضاعة متوفرة موجودة بالشركات وموجودة بالبحر بس كلها ناطر القرار ليصدر من معالي وزير الطاقة احنا بنتمنى على معالي الوزير يصدر القرار ترمان يرتاح المواطن برجع بكرر لي لأنه عم نمرخ بوقت صعب وأنا بشكره للأستاذ اللي ساعدته بكلمة وجهة وقصنا فيها إنه ست كان فيه محطات تبطر التفكير من مادة البنزين يطلعوا حوالة 150 محطة في لبنان ومحطات مهمين بلغوا الشركات المسؤولة عنهم إنه ما تبعطونا بلزين لأن إحنا ما رح نكون عرضة على المشاكل فرغوا محطاته وحطوا بلوكات قدام المحطات ليت لوين شرنا يعني صارت المحطات البنزين مثل مثل المصارف مثل الصيدلية بس برأيك لو هيك شوية بعد المحطات يعني تعاونت كمان خففت هامش أرباحة كرمة للمواطن الذي يذل في كل شيء وخاصة هلأ بالبنزين مش كان أحسن شوي يعني عبال ما كان صار في حل بهذا الملف مش التليمان مخص المحطات بهذا الموضوع نحنا ملتزين بجذبة بصور عن وزارة الطاقة ونحنا أرباحنا ما هي شيء يوم كل الشغل باللبناني ما هو شيء يوم الدولار 17-18 ألف لا هذا الكلام إذا تسمحي لي أرباح ما في شيء ونحنا سألك سعادة القنص السؤال أستاذ فادي طيب هلأ نحنا ننطر للوزير الطاقة يمضي ليش ما بيمضي بكرة ليشين تنينة الحل الأزمة لازم يضل الأربع يعني الأنون هيك لا ما في خانون نحنا من طالب ساعات عندك واسطة تساعدنا لنحل هذه المشكلة لأنه في ناس خيرين كثير دخلوا على الخط اليوم وإن شاء الله مع مين لازم نحكي إذا أنا بدي أعمل لك واسطة مع مين لازم أحكي مع وزير الطاقة ما في غير وزير الطاقة يأتي بكرة الموظفين يعملوا الجدول ونبلش من التنين الصباح لأنه البلد كله اليوم انت بتعرف عبيق لي غلياني والمزوت كمان في مشكلة المزوت المزوت أهم من المزين لأنه في عدة خاس كهذا ما في اشتراكات وكثير مؤسسات يعني نحك الواسطة هي الواسطة من نشد وزير الطاقة عبر الان بي ان البكرة قبل تنين يمضي هالأرار مشين البلد ترتاح لأنه رايحين على تلتة تليف وتسعمية عاجلة نماجلة ليش بننطر للأربعة من نشدك يا وزير الطاقة انك تمضي لنا هالملف بأسرع وقت مشين تحلح الأمور مش هيك خيف هذه نعم أستاذ نتري نعم نعم أما يعني أن تحل علي الأزمة أنا أشكرك ممثل موضعي البحر مثلي عم موضوع المسوت موضوع المسوت أهم من النظيم ليك في عندك ناس بضياء يوم مطارات الكهرباء بيغطوا أكثر من الدولة اللبنانية الدولة اللبنانية يعطيك الكهرباء ساعتين بس المطارات بيغطوا عشرين أو اثنين وعشرين ساعة في عندنا نافع المكسجين المطارات الكهرباء أنا عندي علم في اتصال معه مع نقابي مع عبد اسعالي اليوم مطارات الكهرباء بلشت تقصي هذا الشيء صحي ما بقى هذا مخزون كمانا صحي يعني للأسف سوف تعمل منتمنى أول شيء تنحل أزمة البنزين يعني بجهودكن أنا أشكرك ممثل موازعي المحروقات فادي أبو شقرة ورح نكمل حديثنا معك نعم ساعة القنصر رح نكمل حديثنا معك عن المصائب التي لا تنتهي الي هي وقع على رأس المواطن المسكين يعني ما بعرف شو بدنا نقول إنما بعد الفاصل مشاهدينا فاصل ونعود ابقوا معنا برحب فيكم مشاهدينا عن الجديد وبرحب فيك رئيس لجنة التجارة في غرفة بيروت وجبل لبنان القنصل جاك حكاية أهلا وسهلا فيك مرسي الأسعار كمان اليوم الأسعار عم ترتفع بشكل جنونة أكيد يعني العالم ما بقى أنا قادرة تنزل على السوبر ماركت إنه هلأ نحنا مثلا منحط حق السوبر ماركت عقعد دي كانجي للطاعة ما هي كمان ما كله بستورد وكله بالعملة الصعبة بس كمان يا أستاذ شور كمان ما بدي قلك شي كمان تاجير 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 اليوم هو أكيد أكيد بكون عنده إنسانية ووطنية ولازم يضحي بس بالنتيجة تاجير استوكوا منه بسندوق اليومي استوكوا بالبضاعة الموجودة عنده لأنه تاجير اليوم بيع كل استهلاكه على دولار 12 ألف بس مش معقولي من يوم ليوم يا ساعة القنصل ونحنا كمان خبرنا يعني مستوردية الأخذية يعني أنا من يوم إذا من أربع تيام استوردت على أساس 15 ألف استوردت في فرق بين تاجير الجملة والدكانجة قصدي مش من كم يوم من فترة يمكن من شهر ما بقدر أنا دغري إلو للمواطن عم بشيلوا الأسعار عن السلع الغذائية يعني حتى المواطن ما بقى قادر ما بقى إلو عيني إلو للموظف إنه قدي هيد السعر أو بيكون سعره شي جنون يعني شوي كمان تجار تخفف شوي همش الربح تعطف معها المواطن لأنه الكل عم يتآمر على المواطن ما بقى قادر المواطن يعمل شي ما بقى قادر يكل حتى الخبز كمان هلأ عم بيهددوا الأفرام بدا تسكر هي بتعطف شوي المشكلة كبيرة إنه غياب الدولة فلتت العالم مع بعضها ما أنت إذا بتشوفها العالم تغلق مع بعضها ما نعرف هيدا الشي نعرف إنه الدولة غيبة ما في دولة صرنا كل وقت ما في إنسانية ما في ضمير هلأ خلنا أول شي نبلش بالدولة نروح على الإنسانية نحنا بلبنان وقتل ما في دولة بتشوفي الصراع على المحطة صراع على بحين صراع على الحليب الصراع على الكهرباء على الموتيرات ما بقى في شي الشعب اللبناني يفات ببعضه صار عم بيتناتش العيشته الكريمة عم بيتناتشها بس هيدا مش مضبوط لأنه غير بس كمان شفت التجار شو عم يعملوا عم بخزنوا وعم يتلفوا وكي عم بفضلوا إنه ما يعطووا للمواطن على انه يخزنون عندن وفجأة منشوف الاتلاف لا مئات الاف يمكن السلع يلي مواطن كان بحاجة لا لا صرنا مثل بغابة يعني غير مقبول بغياب الدولة هيدا شي غير مقبول لانه شئ الانساني هلا رحنا على شئ الانساني شئ الانساني نحنا اولا بدنا شئ انساني من المسؤولين بلبنان من القيمين على الحكم بلبنان المستلمين مقدرات الناس وقتل منشوف عندن شئ انساني ومفكرين بالشعب وعملوا مشاريع للشعب اللبناني نرجع نطلب من بعض ما يكون في عنا شئ انساني بين بعضنا خلاص لازم يعني تكون كلها خربانة انه ما فينا بقى نطلع وكل الواحد يحط فئة على التانية يلي عنده دكان بحط فئة على صاحب الترمبا لانه ما عطيه بنزين واللي عنده ترمبا بحط حق على صاحب الفرماشية لانه ما جيب الدواء هيدي كل الطبقة اللي عايشي ببلد مقصمة على اساس انتاج كل واحد عنده انتاجية لقلو طيب انه اذا ما في دولة تنظم هالموضوع في شئ انساني بس كل الناس في كتير ناس ما عنده شئ انساني بس في كتير ناس عنده شئ انساني بتبيع بضعطة وكيف بتكمل كيف بتعيش حتى كمان يعني عم تحكي المجتمع هلأ اليوم صار فيه تناقضات صارخة جدا يعني هيدي كمان بتهدد المواطنين صار فيه احقاد انا لما بشوف يمكن المواطن قادر يروح على المطعم مع عائلته بالوقت يالي مواطن تاني احنا اكيد مش عم نقول انه من الموضوع حصد بس هيدا المواطنين عم يحكوا عن بعضهم وعم يترجم هيدا الشي من خلال وسائل التواصل الاجتماعي ومن خلال العالم لما منتواصل معهم انه ليه هيدا قادر يمكن يروح على المطعم الوقت يالي انا مش قادر جيب بس ربطة خبز هيدا اختفت الطبقة الوسطى صار فيه طبقة يمكن مرتاحة كتير وفيه طبقة تحت تخط الفقر وصار فيه كره وصار يعني المجتمع حتى المجتمع تغير حتى المجتمع نهار من هاكي بتشوفي باول الحديث معك وجهت كلامي للسياسيين انه الشعب ما رح يرخم يلي انت عب تقوليه يلي قاعد ببيته ما قادر يتعمي ولده وشايف المسؤولين والقيمين على البلد كلهم فطفض حتى روح بهذا الاتجاه اولا لانه المواطن ما لازم يزع المتاني مواطن اذا راح تغدى بالمطعم وديك ما قادر يروح كل عمرهم بالمجتمعات كلها بالدول العالم كلها وبالحياة كلها فيه طبقة بتقدر وفيه طبقة ما بتقدر ايه بس بيكون فيه طبقة وسطة انا بتحدى كل شخص مسؤول بالبلد بيقدر ينزل على السيبر ماركت او يجيب خضرة او يروح على الترنبا واحده من دون المويكة بالكاملة مكتملة اذا فيه مسؤول واحد بتحدى المسؤولين اللبنانيين عكيفة طواقفهم ومذهبهم وكيفة موقعهم ينزل بين الناس مش الكل انا هم قليك بتخطي واحد خلي شوف واحد ينزل والسبب كله عارف انه هو مزني لانه اللي ما تشارك هو كان مطلع واللي ما عارف اصعب من اللي كان عارف فيه كمانا ناس عم بتقدم حلول وفيه ناس عم ترفض تطلقى تطلقى في هذه الحلول ما فينا كمانا نقول انه الكل لانه بس نقول الكل يعني منعتبر انه ما في حدا عم بيقدم اي مبادرات بس فيه اشخاص هي يلي عم ترفض اي حل واي تنازل وهي دا يلي عم بيقدى الى مزيد من الانهيار ومزيد من الخراب اولا بدي اقول شغلي وهي دا صرت انا مرددة كتير نحنا عم طالب حكومة حكومة يعني وعد فكروا الحكومة رح تشيل الزير من البير يا شباب الوضع بده اكتر اقل له رح ترجع الثقة نحنا بدنا قيمين حكومة او قيمين على النظام او على الحكم من المواطن اللبناني وسئة دولية يعني اليوم بيجوا بيحكوا مثلا بيبايع الدهب ان شاء الله فكروا انه يعني هاي دي انا بشبهها انه مثل واحد بيلعب بالقمار بده بيع دهبية مرته جا يكمل يطلع يكمل لعب اقمار ساعاته ما بيعود عنا شي اي لا انا يعني اليوم اي شي بده يصير بده يستلم مقدرات البلد يزو ضمانة وامان واطمئنين وسئة اهم شي نحنا في تقديد السئة سئة السئة بالدولة بالمصارف بالمؤسسات بكيفة هالمنظومة اللي قائمة بالبلد ما بقى في سئة واختر شي بالحياة اللي بيفقد السئة بالشاء هيدا ما بقعد يلاقيه نحنا طالبين مثلا نحنا حكومة دولة الرئيس حسان دياب انا مثلا ما عم بفهم يعني في بعض من الوزراء ما بدي يسمي تم اجرح حدا طب انت يا خي ما عم بتميرت لشو عم بتقبض معايشك هي بكل بساطة انت رفوط تقبض المعايش ما بيقلك معايش ما بقى يساوي شي انا ما بدي يا خي انت ما عم بتميرس يا خي في وزير واثنين وثلاثة وعشرة هاو معم بنشوفهم معم بيميرسهم قولوا قدام الشعب اللي بني نحنا معم بنبيرس ونحنا مش تنعين بس ما بدنا المعاش انت اخر الشهر بتطق المعاش تحطه بجهتك ومعتيكي فوقعت بالبيت ما بتعمل شي عم بعطي مثل بسيط جدا حكومة تصريف الاعمال ما لازم تكون أصلا غاية عن الوضع عم بعطي مثل يا خي مش دولة رئيس حسان دياب بالحد الأدنى بيمضي ورقة بشي بس في بعض الوزراء غيبوا حالوا كليا نحنا ممنونينهم بس خي يرفضوا المعاش يلي هو ماشي بس انا عم بعطي مثل لتعرفي انه المنظومة اخ يا نفسي انا نفسي وبعدين فكر بالناس لشو الواحد يعمل قائد لشو بيعمل نيب لشو بيعمل وزير لشو بيعمل مشروع سياسي تيخدم الناس بالعكس نحنا هون يعني مشروع مش ينظبط أموره والحيش يتبعه للأسف طيب ايضا في مؤسسات كتير بهاليومين اقفلت ابويبا ما بقى قادرة ابدا تكفي بمختلف القطاعات اين نحن اليوم بما يتعلق بالقطاع التجاري تحديدا يعني وانت رئيس جزمة التجارة هل نحن مقبلون على المزيد من الاقفال وما يدبع ذلك الاقفال ايضا من بطالة وفي ناس يعني صح انه عم بتطلع جزء يسير من العملة اللبنانية انه ما قادرة بس تاكل وتوقف عالجيس بس اليوم عم تسكن المؤسسات شيء للأكل والشرب مؤسسات التجارية على كافة شرائحة وأنواعها وأصنافها مقفلسة شين يعرفوا كلهم شيء للأكل والشرب لانه في حركة العالم بيتاكل بس باقي الإطاعات كلها ما حدا يقلي إلا مقفلس هلأ مقفلس أعلن إفلاسه أو مقفلس ضمنا وقاعد مضبضب وقاعد هو لأنه كله عم بيرجع على الفاميلي بيزنس بيجي هو مرته على المحل بيهو روح قبل الظهر بتجي ببقى فيه موظفين صار فيه كارسة توظيف كارسة اجتماعية والإطاع التجاري بلبنان انهيار كامل شامل على كل الإطاعات ما حدا يقلي إنه فيه إطاع ماشي بس فيه قطاع السياحة منتعش كتن خر الله من أية ناحية هو منتعش والسبب فيه مغتربين عم برجاء وفيه عندك كمانة سياح مثل ألف وما فوق أول شيء المغترب اللبناني إذا ما إجعوا اليوم بيودي فريش ماني بالحد الأدنى بيحرك عائلته والبيئة الحاضنة تابعه أثنين ما بقى حدا عم بيصمد اللي بيطلع مصريات ون بدر يحطهم بالبنك بدر يحطهم تحت المخدة أو يطمهم تحت البلاط بروح بيصرفهم هذا كمان أيام الحركة ما بقى حدا مقتنع لأنه الشعب اللبناني صدق المصارف وصمت فيها راحوا مصرياتهم بقى لخي خليني أمبسط فيهم أنا بتشوفي إنه القطاع السياحي المطاعم بتشوفي الأوتلات بالحد الأدنى عم بيجوا من برة لأنه صار سعر هذا اللي عم لك ورا ما كانوا كمين أسعارنا كانت غالية ما كان في سياحة لأنه ما كنا عم نجاري المشروع السياحي بكل الأرضية يعني نحنا كمانا سعادة القنصل بدنا يكون عنا شي ماشي بهالبلد إنما السياحة اليوم كمان أصحاب المؤسسات السياحية هلأ اليوم إذا ما في كهرباء وما في مولدات عم تنطفى الموترات وما عندك بنزين ما عندك شي أبدا ما عندك مقومات لترجع تنعوش على قليل قطاع ما تكون كل القطاعات منهارة بس هو هل مطلوب إنه كل شي يكون منهار المستشفيات منهارة الصيدليات أعلى النقيب المستوردي الأدوي إنه بآخر تموز ما بقى رح يبقى فيه ولا حب الدواء الأفران كمان من يومين طلعت الصرخة إنه رح يقفلوا الأفران طيب شو بعد فيه بالبلد والسياحة كمانا يمكن ما بعرف إلى أجر المسلمة تعرفي اللي ما بيخلي المواطنين وأهلنا اللي بني يجوا على لبنان تعرفي شو؟ شو؟ حدث مثل حدث الست اللي توفت هي والأربع والشاب هيدا الحدث اللي بينقز الشعب اللبناني ما يجي لأنه اليوم بتقولي لللبناني اللي عايش بريت لبنان بأستراليا بأميركا بالخليج وما بدي إنه فيه فوضى بالأكمال أنا في الليل كان فيه فوضى ما هيناء تعودوا الشعب اللبناني كله تعود ولكن الشئ اللي بيعمل حزن اللي بيعمل استشهاد اللي بيعمل إخلال بالأمن هذا بيسكر إذا بتجي بتقولي لشاب بأستراليا ما تجي عندها لك ما فيش كهرباء بيقلك خيأ أنا نازل بشتري لهم موتور خمسة كافي آم ندور ومشي حالنا بدي تشوف أهلي لأنه صار يقدر يصرف صار يقدر يريحهم صار يقدر يبحبحهم والسمعة كمان برة يعني سعادة القنصل الناس برة صارت عم تحكي عن لبنان بمنطوق الشفقة ويا حرام شو عم بيصير وإنتوا معانتكم كمان اللبناني يلي كان ينضرب فيه المثل اللبناني يلي كان وين ما يروح إنه هيدا لبناني عنده يمكن جود بكل شيء بالتعليم بالصحة بالطبابة بالأكل بكل شيء اليوم نحن عم ينشفق على شعب اللبناني لأنه مش قادر يجيب حليب لأبنه أو مش قادر يجيب حب الدواء أو مش قادر يأكل يعني كمانا هيدا حق أمين حق ألانه جرون على اللعبة المذهبية والطائفية مش على اللعبة الوطنية نحن أحيان ساعة أيام المدرسة كانت هي ونحن نلعب فيها هي التربية الوطنية مش موجودة وما حدا يقلي إنه ناطر النشيد الوطني مشين هو يكون هلأ عنده العزة والكرامة نحن شعب حطونا بمواقع مذهبية وطائفية مبنينا دولة مبنينا مجتمعات نظامنا هاك يعني ما بيقدر كل مواطن ما بعرف ولزامنا يجب يكون منتج جدا كل عمرهم أهلنا عايشين بهذا النظام وعايشين بهذا الطائفية ولكن كانوا عاملين بلد وكانوا عاملين استقرار وكانوا عاملين علاقات بين بعضهم وكانوا السياسيين يختلفوا بالمنطق ويتصالحوا بالمنطقة ويختلفوا بالمنطقة ويتصالحوا بالمنطقة مش متل اليوم ما حدا بيحكي مع حدا بيمرقوا بمجلس نواب الوزير جبران بيصير ودولت الرئيس حريري قال ما بيسلموا ع بعضهم لهذا بيسلم عادوا يقول لها بيسالي في شعب في ناس وراكم انتو مانا لعبة تلميز كاتريام وتلميز سانكيام في لعبة في بلد في ناس في عبتتفرض الشعب منه مهم بالنسبة لقلهم بالنسبة لقلهم هو الشعب وإذا ماتوا خمس أشخاص يعني على الطريق شعب اللبناني ما زال من أهم شعوب العالم مش لأنه نحن لبنانيين ولكن بس تعرف شعب ينحكي برا عن الشعب اللبنانيين أكيد أنا اللي بعرف أنا 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 أنصر أنا أنصر دولة وأنا بعرف كل اللعبة الديبلوماسية كيف عم بتصير ولكن أنا بدي أقول شغلي نحنا من الضروري من الضروري قد ما منقدر بالحد لأدنى نتواصل مع بعضنا كم مواطنين حتى نخفف عبق بالشارع الخطورة هي الحماوة بالشارع يلي من بعدها إذا نزل دم للأسف هيقعدوا السياسيين مع بعضهم بسي في اطلاق نار عم يزير في الوضع هيدا اللي نحنا هيدا اللي بدنا نتجنبه وننشد الجيش اللبناني يلي راح قائد الجيش وأيادة الجيش عامة مشان تجيب دعم للجيش دعم منستحي نقول شو هو الجيش اللبناني صار بده دعم طيب شو بدنا نعمل معلباته أكله شربه لبسه ما بعرف شو للأسف وصلون لهاء وصلوا الجيش اللبناني لهون والكلة الأمنية السياسية اللبناني وصلوا لهون نحنا هلأ نناشد الكوى الأمنية أنه بعد مجهود أكثر حتى نقدر نحافظ على حد الأدنى من حميمة الشارع لا عديد كافة وما فيه بنزين كمانا لحتى يقدوا يمكن مهامون ومثل ما قالت فيه نقص كبير بالمواد الأساسية هل تعتقد اليوم أن ربما البطاقة التمولية واستراد البنزين على المحروقات على أساس 3900 هل نحن اليوم حتى كمانا فيه فوضى بموضوع يعني ترشيد الدعم أو رفع كل للدعم هل رفع الدعم جزئيا عن المحروقات سيدبع أيضا رفع دعم عن المواد الأساسية وأي شكل وماذا عن الاحتياط وماذا عن الودائع وماذا عن كل هذه الأمور التي يعتريها اليوم فوضى وتشويش غير واضح المعالم أنت مش ملاحظة أنه كل ما بيوصل الانفجار للموقع اللي بدون ينفجر فيه بيعطوه هيك حبة أسبرين أو مثلا هذه تبع البنزين 3900 أو عطول بس توصل على ترمي الانفجار بيجتمعوا بأسر بعبدة بعدين الحقيقة يعني شفت ويش هيك مصرف لبنين واللي كانوا قاعدين ما بيبشر بالبحبوحة في زعل في كائلة طيب ما بيقلك أن الاحتياط تناقص ما هذا الاحتياط أنه نحنا هلأ أنا بديك الحقيقة أنا كمواطن صار بدي الانفجار يحصل تنخلص من البنادول وعطيه حبتين أسرح ما شفنا شو صار كمانا شفنا شو صار بـ 17-30 ولم تؤدي هذه الأمور إلى شيء إنما بالعكس صار فيه تكسير وصار فيه تخريب لا 17-30 خسرت أشغاله وفيه ناس قطعت طرقاته وفيه كمان راحوا ضحايا قطع الطرقات وهيد الحوضة كله بديك تميزة بين 17-30 وما بعد شهر من 17-30 يلي استعملت الأحزاب كله زنودة وصار كل واحد تشوفه مصرحته ما هيدا بتتخوف منه أنت ما فيك طبط الشارع اليوم طلاقة الصورة كانت بريئة كانت شعبية بكلمة الكلمة من معنى بعدين الأحزاب استعملتها كل واحد بمنطقته وهيدا هون وهيدا كونيكه هيدا موضوع تاني نحنا بقدر إليك إنه مدام الوضع هيك نحن رحين على الأسوأ نحن ليش عملنا شيء دي الكوال أمين بقى عنا يعني أو بدي كل واحد يحمي حاله أو الأمن الذاتي لأنه اللي جعان واللي أولاده جعانين هلا بعده عم بيطلع على التليفزيون وبعده عم بيخبر جاره بعدين بديو يجوم بديو يكسير يتصرف عفوا على التعبير مثل الوحش طيب أولاده جعانين شو بيعمل مش قادر يأكل مش قادر يأكل مش قادر يتعمل أولاده أولاده عم بيصرخوا قدامه في مناظر في مناظر أستاذ جاك إذا بتنزل على بعض الأحياء إحنا بننزل كتير على الأرض أكيد وأنا عيش بين الناس وبعرف الأحياء الفقيرة ما بتقول يمكن أنه أنت بلبنان أكيد بتشوف غير عالم أكيد بتشوف غير وضع بتشوف بتشوف مقاسة بتشوف شعب حزين بتشوف ما في شيء أبدا لا أكل هيدا الشعب اللي نحنا منه لا دواء لا كهرباء خدينا على الانتخابات بالروح وضفي بقلب عشر أشخاص لا إنترنت لا ما في شيء ما في شيء أبدا يعني وهيدون الأشخاص لا حول ولا قوة شو بدن يعمله ناطرين 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 ما في ولا أي حلحة لأبدا يعني ما بعرف لوين هال ينتظر أنه تموت الناس من الجوع من الوقوف على أبواب المستشفيات من المرضى يلي بس بده نحب الدواء أنا بس بدي دواء ما بدي شيء تاني حتى الدواء بدفع حقه مريض اليوم مستعد يدفع حق الدواء شو ما كان بس ما في الدواء أنا لما بروحة الصيدلية هيدا الدواء مقطوع وهيدا مقطوع وهيدا مقطوع وهيدا مقطوع وما عند حدا تأحكي معه وما عند حدا تيسافر ويجب الدواء أنت عايشي ما خلني أقول لي أنت عايشي مع ناس نهبوا سرقوا البلد مئتان مليار مئتان مليار أجلك مجرور قديم الناس مجرور رمل البيضاء ما فيش مكلف أربع عشر مليون دولار مئة أربعين مليون دولار يعني الرقم شيء ما بيتصدق ما بقي شيء من البلد نهبوا سرقوا مئتان مليار مسروق لا في ماء لا في كهرباء لا في بنزين لا في طرقات لا في إضاءة لا في يعني مع مين بديك تحكي عمين بديك تقولي بتقولي في ناسي وفي ناسي عمين منقول هن يلي عملوا فساد ما فينا كمان نرجع في أشخاص نظيفيه الكف وفي أشخاص هن يلي عملوا فساد وهن يلي سرقوا وهن يلي عطلوا المرافق الحيوية يلي كانت قادرة كانت قادرة كانت قادرة تخلى المواطن بس على القليل يأكل ويشرب ويعيش حياة كريمة مش اليوم في عتم اليوم عتمة شاملة المواطن مش قادر حتى ببيته على القليل يضو ما بقى قادر يضو لا كهرباء ولا موتار يعني وقتا كانوا أصحاب الموالدات عم بلوحوا أنه حيرفعوا فاتورة الاشتراكات تتصير موازية لحد الأدنى للأجور يلي هو ما بقى شيء كل المواطن مش فرق ما اليوم ما بقى في حتى اشتراك ولا في شمع ولا في أي شيء أصحاب الموتارات أصحاب الموتارات نسينا الخضة اللي عملوها أنه على حطه عداد وشيله عداد وممنوعه ونوء العدادات ما هيدا يلي عم قلت لك ياه أنت قلت لأنه لا بس دولة ما كمان فيه جشع فيه طمع فيه جشع معقول نحنا نشرع قصة الموتارات ننسى شركة الكهرباء صار هلأ مشكلتنا إذا أصحاب الموتارات وتجمع أصحاب الموتارات بس إذا كل حدن إذا كل حدن بده يتمسك بموقفه وكل حدن بده يعمل أرباح على حساب المواطن أنا رحل لي أنا رحل لي أول شيء مشروع الكهرباء هو مشروع دولي إذا ما في دولة وما في كهرباء هلأ من روح على الموتارات وعم نعطي قوعه وليزم نأمله ميزوت وقوعه يوقفه نحنا كنا نفكرين لأنه يطلعوا بعض المسؤولين ووزراء الطاقة يقول بالألفان وتناعش ألفان وأربع عشر ألفان وخمسة عشر وجيه أربع وعشرين نحن نسدي هيدا يبيع موتار وهيدا يبطل يعمل اشتراك شهر الجي جيه هلأ هاي المنظومة الحكمة صارت عم بتتقول قوعه تقطع الموتار وإلا أنا بجيب لك الدولة بعقبك لأنك أنت صاحب موتار خاص عم تعطي بالضايعة شوفي بديل شوفي هلأ هلأ شوفي بديل شامعة بس مين وصل الناس لهون مين النهب والسرقة وقلة المسئولية والوعود الفطفاضة مشين الانتخابات وسلسلة الرتب والرواتب وتوظيف الموظفين ما هي كلها كانت الدولة قيمة عليها طيب اليوم رواتب المواطنين تآكلت قدرتها الشرائي بشكل معدوم كامل فينا نقول كامل كامل أكيد كامل ماذا بعض بالنسبة للرواتب يعني أنت تتصورين يعني هيدا بيترددوا بالسالونير تعني بنحكيه على الإعلام أنه اليوم العسكري يعني اعتبره هو عم بيخدم بجنوب لبنان وبيته بعكار افترضنا الزراع على البيت ورجع بيحطهم على الطريق لأنه كمان أيام زمان كفي مواصلات للجيش واللكوى الأمنية كمان كله كل التركيب بالبلد لاحق بعضه طيب اليوم معقول يصير فيه ما بعرف يعني هذا شيء أكيد بده خطط وبده أولا بده وقت طويل تصحيح أروايتب كمانا لأنه المواطنين اللي عم يقبض ماشي يمكن صار ردبه عشرة دولار بعد شواء فليقليك ست إيمان الحل للأسف ما عنا خيار إلا ترجع هالمنظومة تقعد مع بعض يقعدوا الشبيبة مع بعضهم ما عنا خيار شو ما نعمل يقعدوا يكونوا بالحد الأدنى إنه نقدر نبني شيء تنقدر نتواصل مع دول برة ونقدر نتواصل مع البنك الدولي والسندوق الدولي مش نقدر نتساعد تنقدر نستنهي بالحد الأدنى غير هايك ما عنا لأنه شو قدر نعمل مش الثورة الثورة ما عطت نتيجة عبث أنه حاول ما رح يصير شيء رح يصير أكتر من هايك أو لا انهيار بعد أكتر يعني مجبور أقول الحقيقة نحن رح ينعلى وضع كتير صعب شو يعني صعب شو صعب على كل الأصعي دي لأنه اليوم الدولار 18 ألف هل مرجح لأ الارتفاع أكتر من 18 ألف مين بيقول لأ لو أن حيوصل بعد أوه شيء تضخم يعني موجود كمينا هون المصارف ما بتتحمل مسؤولية بهذا أدفاع وين بعد فيه مصارف إنه بدي أسألك سواء أنت بسدق أنه بعد فيه مصارف إنه أصحاب المصارف مليارديرية أغنى أغنياء العالم أصحاب المصارف في لبنان أغنى أغنياء الكرة الأرضية هنه كمينا ما بيتحمل مسؤولية بهذا الإطار أكيد بيتحمل لك لازم يفوتوا على الحبوسة كله لكلها هالتاقم كله لازم يفوتوا على الحبوسة ما هو كان كارتال مسؤولين وحكام وأصحاب مصارف إنه شو اللعب اللعبوه على الناس وحتى كمينا يعني أصحاب المصارف كثير حمد الله يعني عندي الحرية اتعاطى لانه كله بيطلع على التلفزيونيات وبيعطي بيبرر وين بعد فيه مصاري بالبنوكي ما حدا يزعل مني مع هيدا التعميم يلي اصدروا مصر في لبنان اعطاء 400 دولار وينو كنين اصدر المنصة ما حكي عن المنصة مصرف لبنان قلنا المنصة رح تكسر الدولار بدل ما تعمل استابل عالي الدولار لعبة تجليطة عفوا يعني مش مصبوط كله هيدا علاجات مؤقتة خاصة انه التحويلات المنية تتفاقمت اكثر هذا العام بدي مشروع سياسي بدي تسمح للدولة لحتى حل قصة البنزين من عندي مش مستعد تحلها يا حضرة الحكم 30 سنة المال السايب بعلم الناس الحرام يعني نحنا نتحمل كامل مسئولية كلامنا المنورة عليك الحال يعني ما جربنا هيك ناخد شي كلمة بلا انا ما بقدر احكي الا الحقيقة لأنه نحنا نحنا مطالعين نحنا عايشين بالبلد لبنان عم بدل عايش بسترس عم بدل عايش باكتئاب عم بدل عنده يعني في كتير في كتير ناس عم نشوفهم عم يصير عندهم امراض عصبية عم يصير عندهم بالامراض بالقلب يعني انا عم نسمع فيه نحنا عم نسمع بالانبيئان انه انا اليوم صار عندي بالقلب بس ما بعرف ليه عم يقولنا هيك وما تروح وما تروح بالاحياء بتسمع الناس شو عم تحكي الازمات عم تحكيها فيه انهيار فيه مشاكل فيه مواطن جدا من هاته واذم تستضيفي نقيب الصيدليات يخبرك انه اكتر ادوية عم تنباهي دواء الاعصاب يعني هدا اسمه سيبرالكس مثلا ما بقى زهول للأعصاب بس انه هدا في حالات انتحار كمان عم بتصير بعد بعد اح تشوفي اكتر اي اي بعد تشوفي اكتر والسبب الرئيسي والاساسي هي المنظومة الحكمة ما حدا يقول غير هيك بعدنا لا هلأ لا وزير بالطلع لا وزير بالنازل لا بتعطوني السقة لا ما بتعطوني السقة والناس عم تموت من الجوع للأسف يعني عم تقولي 50 بالمية من الشعب اللبناني في طقار انا خدية مني بكل طواضع فوق 70 بالمية شو يعني في طقار مكومات الحياة اليوم مش متل ايام اهلنا وجدودنا في متطلبات ما فيك اليوم تستغيبها عن بيتك وعن عائلتك مخجل هذا الامر جدا هاي دي الحقيقة حتى كمان في اسم كبير بس هاي الحقيقة من الشعب اللبناني بده يسافر بس ما انه قادر كمان لانه صارت تسعيرة السفر بالدولار وتكاليف السفر بالدولار في عراقيل كتير فيه اخطر من هيك انه كل الناس بده تسافر اسمه في فياز وما في فرص عمل ما عم بيستقبلوا بس انه اذا بتفتح هاي الفياز واده ما في يعني هاي ده طريق المطار هون بتصير عجلة سير سيري ليل ونهار وبعد ظهر وقبله ظهر وشهر واتناوت لأعلم كله بده تتفل وهو والسبب الشعب اللبناني الحروب ما بيضل يمارس بيتشبس بارضه ولكن الوضع الاقتصادي ما بيقدر يحمله الشعب اللبناني ما بيحمل وضع اقتصادي بها النوع بهذا العصر بهذا الايان من هيك بتشوفيه بديو يطلع لبرا لن بيصير برا بصير يدعم اهله بالحد الادنى اليوم يعني اذا بيبعت لأهله الف دولار بعيشوا اهله بكتير ريحة بالبال اذا واحد عايش برا ومقدر وقدر يبعت لأهله الف دولار انه عندهم ثقة بالقطاع المصري فيحطوا مصريتهم بالمصاري وكانوا عم بيستفيدوا انه هنا عم بيطلعوا فويه طلقت الشبيبه مركبين غير تركيبه على كل حال ما بعرف شو بدنا نقول بدنا نقول انه ما يوخزنا الشعب اللبناني لا نحن ممحكين لا الحقيقه وكل ما نتحدث عنه هو كارفة ليلة السبت الليلة يسمعونا هكي كمان هايدي بتزيد زعل عندهم بس هايدي الحقيقه على امل انه لا قدري امل هو ما في شك هيدا البلد الحقيقه كل ما بينزل بلحظة من اللحظات برجع بيستمهر بقدسين اللي عنده اياهون بشعبه المقاوم عكيف تشراقه مقاوم اتناه هالاختراب اللي موجود برا هيدا نحنا كل اتكالنا عليه مش بس يبعت مصاري لأهله بالاتصالات الدولية اليوم بقدر اكدلك شغلة وهي معلومات هيدا كلمة اخيرة ان الفاتيكان وقداسة البابا ما عم بينام من هم لبنان هيدا انا بأكدها وانا متطلع على الموضوع بالاتصالات الدولي هالا عم بتشوفوهم مع الفرنسوية والامريكان ومع الخليج مع كل هيدول اللي ذكرتن في ناس عم بتنام واخر هم الشعب اللبناني واخر هم يلي عم بيموتوا واخر هم يلي عم ينهاروا واخر هم يلي جعالين ويلي قاعدين على العتمة شو من قلهم؟ هذا الشعب اللي شو بديوا قلهم؟ اللي هني ما همه الشعب اللبناني هو قيم على الدولة وعلى البلد وعلى النظام وعلى كل شي ما اتينا نحن من حركة سياسية على كل حال ما بعرف نتمنى يتغير شيء انا بشكرك رئيس لجنة التجارة بيروت وجبل لبنان القنص الجاك حكيم وايضا شكر لممثل موزعي المحروقات فادي ابو شقرة وشكر الموصول لكم مشاهدين على حسن المتابعة ملتقاني تجدد الأسبوع المقبل الى اللقاء موسيقى